بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا المدرسة السابة للصف السابع صلى الله وقاتكم اليوم منا نعمل مراجعة سريعة للوحدة السادسة من كتابنا وحدة الهندسة هذا المقطع رح يختص بالمراجعة اللي بتحكي عن الزوايا طيب احنا اخذنا في اول ثلاث دروس من الكتاب او اول ثلاث دروس من الوحدة عن الزوايا نقسم كل الزاوية ونعمل مراجعة خفيفة ان شاء الله عليها نبدأ بالزوايا المتجاورة والزوايا المتقابلة بالرأس تمام هل خلينا نحكي عن الزوايا المتجاورة الزوايا المتجاورة من اسمها تجاورة يعني جيران يعني جيران طيب الجيران بيكونوا جنب بعض يعني زاويتين جنب بعض زاويتين جنب بعض هما زاويتان اللتاني تقعان في نفس المستوى تمام الجيران بتشاركوا مع بعض بكثير شغلات يعني انت اي اشي ممكن تحتاجه ممكن تروح على جارك تسأله اذا عندهم هذا الاشي بيعطيك صح طيب هاي الزوايا برضو بتتشارك مع بعضها بتتشارك بشو تتشارك بالرأس تتشارك بضلع مشترك تمام ولا يوجد نقاط داخلية مشتركة بينهما يعني ما في حدا بدخل بيناتهم بالنص تخرب عليهم العلاقة صح لا لانهم هم متلحمين ومتفاهمين ما بعض يعني انا عندي مثلا عندي المستقيم الف با دال والقاطع عليه جيم با لما اتكون او صار عملية التقاطع اتكون عندي الزاوية الف با جيم والزاوية جيم با دال طيب يا استاذ كيف بدي اعرف انهم هذول الزاويتين متجاورتين طلع عليهم نفس المستوى ها نفس المستوى رأسهم مشترك اه استاذ اللع reasons مشترك هو با طيب فيهم ضلع مشترك طيب عندك با جيم با جيم هو نفسه الضلع هذ يعني هذو الضلع جاي بالزاوية هاي بالزاوية هاي زي الصور البينك وبين جارك يا استاذ زي الصور البين بيتنا وبين بيت جارنا مش هو مشترك بيناتنا بيفصل بيتنا عن بيته ابس هو مشترك بيننا يعني إلنا وإله اه تمام طيب أي زاويتين أي زاويتين متجاورتين مجموعة قياسهم دائما 180 درجة أي زاويتين متجاورتين مجموعة قياسهم 180 درجة تمام طيب ننتقل لنوع الثاني من الدرس الأول وهو بحكي لنا عن الزواية المتقابلة بالرأس الزواية المتقابلة بالرأس أول فكرة عشان يوضح لك إياها شو قل لك قل لك هما زاويتين غير متجاورتين هما زاويتين أي شمالهم غير متجاورتين يعني مش جنب بعض ناتجة تاني من تقاطع خطين مستقيمين طلع عندي هاي خطة مستقيمين عندي الخطة المستقيم نون لام والخطة المستقيم سين صاد تقاطعوا مع بعض في نقطة شو اسمها نقطة اسمها يا اتفقنا طيب النقطة يا هاي زي الطريق أو زي الشارع أي شارع في تقاطع أي شارع في تقاطع طيب هذا التقاطع شو فيه كون لي أربع زوايا شو هم الزاوية نون يا صاد هاي زاوية طيب والزاوية الثانية صاد يا لام أو هذول متجاورتين بس أنا بدي أحكي ايش عن متقابلتين بالرأس طيب سين يا لام طيب نون يا سين لاحظ أنا عندي زاويتين كبار وزاويتين صغار أيهم طلع الزاويتين الصغار شو جايات متقابلات قبل بعض هاي 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 هون وهاي هون هاي الزاوية نون يا سين قبل هالزاوية شو صاد يا لام شو بس بيشتركوا بالرأس يا إذن تقابلوا مع بعض الزاويتين بشو بالرأس في بناتهم أضلاع مشتركة لا طيب هم متجاورات لا تمام تمام طلع هون بحكي لك الزاوية نون يا سين نون يا سين تقابل بالرأس ايش صاد يا لام طيب هاي زاويتين تقابلوا بالرأس هاي وهاي طيب الزاوية نون يا صاد ما هي بتقابل بالرأس سين يا لام إذن أنا هذا التقاطع بنتج لي أربع زوايا كل ثنتين متقابلات بالرأس شمالهم أو كل زاويتين متقابلات بالرأس شمالهم متساويات في القياس كل زاويتين متقابلات بالرأس ومزاويتين متساويات في القياس طيب الآن ننتقل إلى الزوايا المتتامة الزوايا المتتامة هي جزئية من الزوايا المتجاورة هي جزئية من الزوايا المتجاورة طيب تسمى أزواج الزوايا التي مجموعة قياساتها 90 درجة زوايا متتامة يعني إذا أنت وجارك إذا أنت وجارك مجموعك 90 شو اسمك زوايا متتامة طلعوا عندي الزوايا ألف بق جيم قداش قياسها 60 والزاوية جيم بق دال قداش قياسها 30 طيب 60 زائد 30 أستاذ قديش يساوي 90 يساوي 90 حسن بما أن مجموع قياساتهم يساوي 90 معناته هما شو اسمهم زوايا متتامة طيب أحكي لكم بما أن الزاويتين ألف بق جيم و جيم بق دال زاويتان متجاورتان شو ما لهم متجاورتين طلع عليهم هاي هم متجاورتين اللي هم نفس الرأس وظلع مشترك اللي هو ظلع جيم بق زاويتان متجاورتان ومجموع قياس هما 90 درجة إذن هما زوايا متتامة شو اسمهم زوايا متتامة أو زاويتان متتامة النوع الآخر من الزوايا المتجاورة الزوايا المتكاملة الزوايا المتكاملة الزوايا المتتامة الآن الزوايا المتكاملة بيختلفوا عن الزوايا المتتامة بإيش؟ بمجموع القياس فقط لا غيري أنا بحكي عن زوايا متجاورة بس هالمرة كبر المجموع معهم شو صار صار 180 صار المجموع عندي أنا 180 إذن أنا لما يكون عندي زاويتين مجموعهم 180 ما بحكي عنهم متتامات بحكي عنهم إيش متكاملات شو بحكي عنهم متكاملات شوف المثال معطينا معطينا الزاوية سين صاد عين والزاوية عين صاد لام سين صاد عين قياسها 140 وعين صاد لام قياسها 40 طيب ركز معاي بما إنه 140 زائد 40 شو يساوي 180 صح طيب هاي المية وثمانين بزبط أحكي عنهم متتامة لا بدي أحكي عنهم شو متكاملة متجاورتين وبس قياسهم صار مجموعهم 180 شو بحكي عنهم متكاملتين متكاملتين طيب الآن ننتقل لثلاث أنواع جديدة ومهمة جدا 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 في الوحدة الزاوية المتناظرة والمتبادلة والمتحالفة بدنا نحكي عنهم واحدة واحدة هدوء ونذكر فيهم تذكر معي قصة فريق كرة القدم لما دخلنا على الملعب لدينا فريق كرة القدم في لعيبة خارجيين في لعيبة داخليين في لعيبة أساسيين في لعيبة طياب طيب قبل ما نحكي مين اللعيب اللي جوه الملعب لنفرض أنه ألف با وجين دال هيا هذا هيا كيك هذا ملعب كرة القدم مين اللي جوه الملعب أستاذ أربعة وثلاثة وخمسة وستة ثلاثة وأربعة وخمسة وستة يلا ثلاثة وأربعة وخمسة وستة هذنوا جوه الملعب لعيبة أساسيين طب مين اللي بيظل معهم من فريقنا بره الملعب يطلع عليهم عشان في أي لخطة ممكن يساندنا واحد واثنين سبعة ثمانية نرجع واحد واثنين وسبعة وثمانية من الفريق بس شمالهم احتياط طب ثلاثة وأربعة وخمسة وستة شمالهم من الفريق بس شمالهم أساسيين طيب حلو اعرفنا إذن شو يعني الزوايا خارجية وداخلية الداخلية هم الأساسيين والخارجية هم مين الاحتياط طيب انبلش بالزوايا المتناظرة بحكي لك هي أزواج من الزوايا إحداها داخلية تمام كلام جميل والأخرى خارجية ماشي ماشي أستاذ غير متجاورة يعني ما في بينها ضلع مشترك أو رأس مشترك تمام تقع على نفس الجهة المستقيمة القاطع طيب هسا انسى على جنب في مباراة كرة القدم أو في ملعب كرة القدم في عندنا خط اسمه خط النص صح؟ خط النص اعتبره هو القاطع خط النص هو القاطع أنا عندي مستقيمة ينكون الملعب عشان أحدد نص الملعب قطعته من النص هسا إجابة القطع ما هي العادي مش مشكلة تمام؟ طيب عادي يا أستاذ إذن تقعان على نفس الجهة المستقيمة القاطع طيب هاي المستقيمة القاطع هاي خط النص آه يعني بدي أعرف داخلية وخارجية هاي خارجية هاي خارجية داخلية داخلية طيب هاي خارجية وهاي داخلية أستاذ ما قدر أحكي عنهم متناظرات لا لأنه شو قال لي غير متجاورات طب ما هو واحد وأربع متجاورات بينهم رأس مشترك وظلع مشترك اللي هو الظلع من ألف لنقطة التقاطع هون آه طب أنا بدي نقطة برضه هون من جهة واحد بس من الجهة هاي من الجهة اليمين بدي نقطة تكون شو داخلية طب مين ظل لعب داخلي شلنا أربعة من هاي الجهة مين ظل لعب داخلي خمسة إذن واحد بتناظر خمسة إذن بدي أفوت أبدل لاعب رقم واحد لما بدي يفوت يبدل أو يفوت يبدل أو يناظر مين بده يفوت يفوت مكان خمسة طب اثنين مكان مين بدي يفوت برافو عليك ستة طب أربعة لو بده يطلع مين دي يدخل مكانه سبعة ولا ثمانية أكيد مش سبعة ثمانية طيب ثلاث مين دي يدخل مكانه سبعة إذن هاي هي الزوايا المتناظرة حكينا زاوية داخلية وزاوية خارجية طيب واحد وخمسة واثنين وستة أربعة وثمانية ثلاث وسبعة هاي مجموعة الزوايا المتناظرة طيب خلينا نتعرف على قياسها أو خلينا نحكي شو هو القياس الزوايا المتناظرة الزوايا المتناظرة دائما متساوية بالقياس الزوايا المتناظرة شو ما لها دائما متساوية بالقياس الزوايا المتناظرة دائما متساوية بالقياس طيب ننتقل للنوع الثاني وهي الزوايا المتبادلة هي الزوايا المتبادلة بحكي لزوايا المتبادلة الزوج هي زواج من الزوايا الداخلية آه تمام يعني أستاذ واحد واثنين وسبعة وثمانية من هم مش دخل آه من هم مش دخل ما منتعرف عليهم طيب غير متجاورة طب ما هو ثلاث واربع متجاورات صح؟ آه أستاذ معناته غير متجاورة تقع على جهتين مختلفتين للمستقيم القاطع يعني وحدة على يمين المستقيم ووحدة على شمال المستقيم نرجع نعيد هم زوايا داخلية وغير متجاورة وحدة على يمين القاطع وحدة على شمال القاطع يعني تقع على جهتين مختلفتين للمستقيم القاطع يعني أربعة مين بدها تبادل لها مش خمسة ليش لأنه هي على نفس الجهة خمسة معها مين بده يبادلها ستة ما حد يحكي لي سبعة لأنه سبعة خارجية ما حد يحكي لي سبعة لأنه سبعة خارجية إذن أربعة بتبادل مين ستة وثلاث ببادل مين خمسة يعني أنا مثلا لو إحنا في المباراة نصاب اللاعب رقم ثلاث وما معنى تبديل إحنا في المباراة كرة القدم وما معنى تبديل نصاب اللاعب رقم ثلاث بدي أرجعه مكان خدا مكان مين دي أرجعه مكان أربعة طب هاي الجهة صارت ضعيفة هاي الجهة صارت ضعيفة لا أنا شو بساوي فيه بأخذه برجعه مكان خمسة لأنه ستة مسكر على مكانه عارف يشتغل مكانه طيب إذن هون الزوايا اللي بتكون متبادلة هي الزوايا أربعة وستة ثلاث وخمسة هاي زوايا متبادلة طب شو بالنسبة لقياس الزوايا المتبادلة أستاذ الزوايا المتبادلة أيضا زوايا متساوية بالقياس الزوايا المتبادلة هي أيضا زوايا متساوية في القياس تمام آخر نوع من أنواع الزوايا هو الزوايا المتحالفة الزوايا المتحالفة هي أزواج من الزوايا الداخلية لاحظ أنت في الزوايا المتبادلة والزوايا المتحالفة ما دخلت لاعب من بره أنت بالتناظر دخلت لاعب من بره أو دخلت زاوية من بره من الخارجية أنت كل شغلك وين على الزوايا الداخلية طيب شمالها غير متجاورة طيب تمام زاوية داخلية وغير متجاورة تقع على نفس الجهة المستقيمة القاطع يعني لو أنا هاي المستقيمين والقاطع بناتهم وهي الزوايا من الداخليين عندي ثلاثة وأربعة وخمسة وستة صح صح يا أستاذ طيب غير متجاورة يعني أكيد مش ثلاثة وأربعة وأكيد مش خمسة وستة طيب أربعة وستة حكينا عنهم متبادلات طيب شو ظل عندي أربعة وخمسة أربعة وخمسة شو بصير اسمهم متحالفات ومتحالفوا مع بعض على نفس الجهة بدهم شو يعملوا بدهم هون هذول بدهم يمسكوا الدفاع مما فرق كرة قدم مش حكينا هذا فريقنا لكرة القدم طيب أربعة وخمسة هم مسكين وراء الدفاع طيب ثلاثة وستة شو بعملوا مسكين المصل من قدام يعني بيقوموا بعملية الهجوم بيعملوا عملية الهجوم بس هون بيعملوا شو عملية الدفاع إذن هذو هذو بتحالفوا عشان يهجموا وهذو هذو بتحالفوا عشان إيش عشان يقوموا بعملية الدفاع الدفاع إذن الزوايا المتحالفة شو هي الزاوية أربعة وخمسة والزاوية ثلاثة والزاوية ستة طيب شو بالنسبة لقياسهم كمان متساوية أستاذ لا هالمرة القياس ما رح يكون متساوي مثل بيكون متساوي في المتناظرة أو في المتبادلة طيب أستاذ في المتحالفة شو القصة شو بدي يصير معاهم الزوايا بدي يصير معاهم أنه مجموع قياس الزاويتين المتحالفات قديش مية وثمانين درجة مجموع قياس الزاويتين المتحالفات قديش مية وثمانين درجة سابع إحنا هيك خلصنا الجزء المتعلق بالمراجعة بالزوايا بتمنى منك أنك تكون ذكرت كيف كنا نشتغل على الزوايا كيف كنا نقسمهم كيف نحسبهم كيف نميز كل واحدة وشو قياسها الله يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر